السلام عليكم ورحمة الله الإجابة على أسئلة المتابعين خذت قسمة من التعليقات وراح نجاوب على تعليقاتكم لأن هالفترة هواي تعليقات ويوميا حنسوينا فيديو هواي تعليقات بخصوص النتائج بخصوص يمتحنون دور ثاني المهم خلينا نشوف التعليق الأول تقول بنتي طلعت بدرسيا إنجليز ورياضيات يعني دور ثاني تعتبر هي سادس ابتدائي أمتى يمتحنون ومش وقت يمتحنوها السادس ابتدائي والثالث المتوسط هذول الصفوف المنتهية ما عدا سادس أعدادي بعدهم مبادئين ثمانية ستة يمتحنون امتحاناتهم امتحاناتهم تبدي بنهاية الدور الثاني شهر الثامن نهاية الشهر الثامن يعني مو شهر التاسع نهاية شهر الثامن هاي كل سنة يعني 24-25 تمام خليها تقرأ من هسا أنا طلعت بدرس بالإنجليزي خارجي ها ما عندك علم مش وقت تمتحن طبعا أعطي سادس ابتدائي هي سادس ابتدائي قلت لكم تحان الدور الثاني للصفوف المنتهية السادس ابتدائي والثالث متوسط يمتحنون نهاية الشهر الثامن طبعا والصفوف الغير المنتهية اللي هم الابتدائية ما عدا السادس اعدادي والمتوسطة ما عدا الثالث متوسط يمتحنون بنص شهر التاسع هاي كل سنهي شي خلنا شوف هذا التعليق نقول اتمنى الجاوين نشر على الرصافة الثانية بعد هي امام الرصافة الثانية بعد هي هسا اليوم نشره الرصافة الثالثة ما نشره الرابط رحوا الطلاب استلموا ورقي النتيجة ورقي بعدهم الشي سموها الرصافة الثانية بعد ما ناشرين الرابط ولا قايلين على أي شي شون طلع المدرسة مالتج تعليق الثاني نجحت مشكورة تمام إن شاء الله الموفقية ستة ميناع فيهم ينطون بعد خمس درجات صف رابع دادي والله أنطوهم خمس درجات عسى ولعل ينطون بعد لحد هاي اللحظة عدهم خمس درجات يعني شناني عالم الغيب اللي أقول يهم ينطون وهم ما ينطون ما أدري هاي الوزارة كيف هم كركوك بعد يا ماما كركوك ويسئلون على الرصافة الثانية يسئلون على ذيقار يسئلون على بعشنية كركوك البصرة بعدهم يا ماما ستة الثالثة ابتداء ثلاثة دروس يمتحن دور ثاني لا 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 بس درسيا وقرار خمس درجات قرار لكل مادة بس درسيا ثلاثة دروس يعيد سنة صف خمسة ابتداء ثمانية واربعين ما ينطون قرار لماذا لهم خمس درجات لماذا لا ينطون قرار احتمال ما أخذ القرار بغير درس المهم إلى خمس درجات إذا ما أخذ القرار ما ما إلى هذا القرار يعني يعتبر دور ثاني وخامس ابتداء امتحاناتهم بنص شهر التاسع شنو باللصب سادس ابتداء معدل أربع لا ماما من سبعة وتسعين فما فوق ابن سادس ابتداء يطلع بدرسيا شون أقرر رياضيات وانجليزي يعني شون شا قلت شون تقررنا رياضيات وانجليزي بدويا من الصفر بدويا هالسا عطلش يجداتي ها عيني هالسا عطلش يجداتي ها عيني هالسا عطل شهر السادس وشهر السابع وشهر الثامن هو نهايته ها تلتة شهر لو يومية لو يومية يعني شا قلت ساعة ساعتين الدرسي نهم كلش كافي بدويا من الصفر سادس ابتدائي معدل سبعة وتسعين منطيني بالاسلامية خمسة وتسعين وانجلي جوبت كلها صح تأكدت من حلي اقدم اعتراض يا ابا قعدوا وسقتوا يا اعتراض تروحون تعمون على نفسكم انتم سادس ابتدائي لو سادس اعدادة شا قلت لكم قدموا اعتراض لان المعدل يفيدكم هاي خير من الله معدل سبعة وتسعين ومعدلك وخير من الله وها هي وسقتوا ابني مكمل باثنين هو مجاوب بالانجليزي ورياضيات الشوكت نقدر نقدم اعتراض يا ماما مثلا اي محافظة او اي مديرية تنزل النتائج يعني مثلا اليوم انت من باشر الصباح روح قدم اعتراض رأسا ثاني يوم تقدم اعتراض لان الاعتراض احتمال ثلاثة ايام يسدوه مرة سنة من السنوات ثلاثة ايام سدوه قلت لكم البصرة وذيقار وكركوك والرصافة الثانية بعد ابني صف خامس ابتدائي ما اخذ واحد واربعين بالانجليزي يشمل قرار ماما عدهم بس خمس درجات اذا خمسة واربعين فما فوق او اخذ خمس درجات يسوها خمسين لكن واحد واربعين ما اكو ست نظام ثالث كونترول اي ماما خمس درجات قرار الكل مادة اذا ما اخذ خمسة واربعين بكل الدروس كل هالثالث متوسط اذا ما اخذ خمسة واربعين عسى ما كل الدروس سوي لك يا خمسين اذا نشرو الرابط منروح للمدرسة ليش اذا نشرو الرابط تروحون نشرو الرابط وشوفون النتيجة مالتكم بعدين نروح للمدرسة استلموها ورقية ليش مخلين النتيجة يمكنكم بالمدرسة استلموها ورقية